بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي الطلاب و الطالبات في درس جديد بدروس مادة الدراسات الأدبية لصف الثالث الثانوي الآن انتقلنا إلى القسم الثاني من الكتاب و الحديث فيه عن أدب الحديث بدأنا بأهم عوامل نهضة الأدب الحديث و عرفنا أيضا أهم تلك العوامل و عودتها أيضا ذكرنا أول نموذج لمدارس الأدبية التي ظهرت في هذا العصر و عصر حديث مدرسة الأحياء و البعث و عرفنا أهم السمات التي تتعلق بهذه المدرسة و ذكرنا نماذجا من شعراء هذه المدرسة رائدها محمود سامي البارودي ذكرنا له نموذج و كذلك حافظ إبراهيم في حديثي عن اللغة العربية و على لسان اللغة العربية و كذلك خير الدين زركلي في حديثي أيضا قصيدته نجوة في التغني أو في اشتياق إلى وطني ختمنا المدرسة الأحياء و سندخل في هذا العصر و نحن عرفنا أنه في كل عصر يظهر من يدعو إلى القديم و هناك من يدعو إلى الحديث و إلى التطور و من ذلك يوم الحديث فيه عن مدرسة الديوان و كذلك مدرسة أبولو و نماذج من شعراء أو شعر هذه المدارس طبعا نشاركوا في تقديم هذا الدرس في لغة الإشارة أستاذ محمد القبيشي الوحدة الثانية الأدب الحديث الحديث هنا عن الأدب الحديث في هذه الوحدة وصلنا إلى مدرسة الديوان هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكاني كذلك الدخول و مشاهدة هذا الدرس طبعا مدرسة الحياة و مدرسة البعث و هنا مدرسة الديوان مع بداية النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري ظهر جيل جديد طبعا قلنا بداية صنع عودة النهضة هي الترجمات و البعثات لما الدراسة في المدارس الإنجليزية سواء الإنجليزية و الفرنسية و معرفة أيضا تلك الثقافات هنا ظهر جيل متأثر بتلك الثقافات الثقافات تحاول أيضا التطور على منوالهم وترك أيضا القديم هنا ظهرت هذه المدرسة ما يسمى بالديوان ظهر جيل جديد مثقف ثقافة عميقة في الأداب الأوروبية و الإنجليزية خاصة و قد رأى هذا الجيل أن شعراء مدرسة الحياة لا يتناولون في شعرهم حياتهم النفسية و حياة الكون من حولهم بل جاءت موضوعاتهم تقليدية من مدحن و غزل على نمط الشعر العربي القديم هم رأوا أن مدرسة الحياة ما زالت تسير على نمط القديم و هم يرون أن الشعر هو أصلا تعبير عن الذات عن النفس و كذلك وصف للطبيعة و ليس هو كما يقولون مناسبات اجتماعية و سنأتي إليه و قد سمي اتجاه هذا الجيل الجديد بهذا الاسم لأن اثنين طبعا لماذا سمي الديوان؟ اثنين من رواده أو هما إبراهيم المازني و عباس العقاد أصدر كتابا سمياها الديوان كتاب بعنوان الديوان هنا في نقد مدرسة الحياة رد على مدرسة الحياة و أسمي هذا الكتاب الديوان لذلك سميت مدرسة الديوان و بث آراء هذا الاتجاه طبعا يرى جيل هذه المدرسة و مدرسة الديوان أن الشعر تعبير عن النفس يرى أن الشعر تعبير عن النفس بمعناها الإنساني العام و ما يجول فيها من خير و شر و ألم و لذة في الشعر و هو يعبر عن نفسه فقط و ليس له علاقة بالآخرين كذلك أن الشعر تعبير عن الطبيعة وحقائقها وأسرارها المبثوثة فيها وليس أناشيد وطنية وقومية لذلك هم يرون أن الشعر فقط ما يصدر من نفسه وما يعبر عن نفسك أنت وعن الحقائق التي تكون في نفسك وليس هو من أسباب الاجتماعي وليس لك علاقة بالآخرين كذلك أن الشعر تعبير عن الطبيعة فقط وحقائقها وما يصدر في أسراره المبثوثة هم يرون ذلك وليس الشعر كما كانوا يذكرون تلك المدارس أو النظمة على طريقة الشعر القديمة سمات مدرسة الديوان طبعا أهم الصفات التي تميزت بها هذه مدرسة مدرسة الديوان الاطلاع على الشعر العربي القديم هم أيضا اطلع على الشعر القديم كما اطلعت مدرسة الحياة لكن هنا دون محاكاته هناك مدرسة الحياة اطلاع على الشعر القديم وأيضا مع المحاكات أو التقليد أو ذكر أو حاول النظم على منوالي هنا لا اطلاع على الشعر العربي القديم ونسيم العباسي دون محاكاته الاستفادة من الأدب الغربي وبخاصة الأدب الإنجليزي خاصة في تلك الفترة يعني حاولوا نقل تلك المدارس وتأثر بما فيها أيضا الدعوة للتجديد الشعري في الموضوعات والشكل والمضمون حاولوا التجديد أرادوا التجديد في الموضوعات وفي الشكل وفي المضمون ومنه دعوتهم إلى الشعر المرسل أن الشعر لا يتقيد لا لا بوزن ولا بقافي ويكون شعر مرسل الاتجاه للشعر الوجداني طبعا هم اتجهوا للشعر الوجداني اتجاه قوي جدا لأنهم يرون أن الشعر هو تعبير فقط عن العاطفة تعبير عن النفس تعبير عن ما يخترج في نفس الإنسان أو نفس الشعر ووصف الطبيعة وليس هنا حديث لا عن مناسبات اجتماعية ولا عن شيء آخر ونقول اتجاه للشعر الوجداني تتضح فيه شخصية الشعر وعواطفه وأحزانه وألامه ويعبر عن النفس بمعناها العام الاستعانة بمدرسة التحليل النفسي أيضا هم من ضمن سماتهم الاستعانة بمدرسة التحليل النفسي طبعا مدرسة التحليل النفسي تقول أن الإبداع الأدبي قدرة نفسية يعني المبدع وليس قدرة بلاغية معنا أنه ليس شرطا أن يكون فصيحا أو بليغا حتى يكون مبدعا وإنما يجب أن يكون في قدرة نفسية وتجربة شعورية صادقة وليس قدرة بلاغية فالإبداع الأدب ليس قدرة بلاغية قدرة على رصف الكلمات وإنما فقط هي قدرة نفسية تعبير عن خلاجات النفس وما في هذا النفس في الشعر وهو تعبير عن العواطف فقط وعن النفس رواد هذه المدرسة عبد الرحمن شكري الذي أصدر أول دواوينه سنة 1327 الهجرة بعنوان ضوء الفجر ومتضمن قصائد تعالج معاني إنسانية عامة بإحساس ذاتي يستلهم الطبيعة يعني معنا أن مدرسة الديوان الأوردنا تلخيص في الذات والطبيعة فقط حديث عن الذات وعن النفس ثم والطبيعة ليس عن شيء آخر وقدم فيه تجربة فنية جديدة ترتكز على تجديد القوافي ويرون كل شيء معا أنها لا تتقيد لا بقوافي ولا بوزن ولا حتى بموضوعات قديمة هناك تحاول التجديد في كل شيء باستعمال الشعر المزدوج وحاول استعمال الشعر المرسل الذي يتقيد بالوزن لكنه لا يتقيد بالقوافي ولعله يعني هو رهاصات لبداية الشعر بعد ذلك الحر لذل 그 vein ظهر في الشعر الحر أو الشعر ثم بعد ذلك الشعر المنثور لكنه ما يستمر في الشعر الحر يعني كان هذا فيه بدايات بالشعر الحر وحديث أيضا ترك الأوزان القوافي وإنما فقط تقيد بالوزن فلكل بيت قافية خاصة وقدم العقاد طبعا الديوان أول المازني العقاد هنا قدم الديوان أول المازني الذي صدر على طريقتهم الجديد إذن المازني وأدرحمن شكري والعقاد هم من أهم رواد هذه المدرسة أو أهم شعراء هذه المدرسة نموذج من شعر مدرسة الديوان طبعا عباس محمود العقاد عباس محمود العقاد هو أديب مصري وكاتب وبارع له كتب كثيرة من ضمنها مثلا عبقرية عمر أو معنا أنه كان من ضمن كتاب الكبار جدا طبعا هو يعد أيضا من من تبع هذه المدرسة شاعر من الشعراء لم يتم دراسته طبعا مدرسة رسمية كون ثقافته بجهده اشتغل في الصحافة ثم صار معلما مع إبراهيم المازني وجمعت بينهما الثقافة الإنجليزية إبراهيم المازني وكذلك بالعقاد كلاهما معلمين وعلمان ارتبط بصداقة طويلة له عشر الدواوين وكتب كثيرة طبعا كتبه كثيرة جدا في الثقافة والفكري والسياسة والسير توفي سنة 1964 طبعا هذا نص العقاد تحدث فيه عن نفسه طبعا هو منهج مدرسة الديوان تحدث فيه عن نفس فقط وخالجات النفس وما يعتري النفس ولعل العقاد كان واقع عقلاني يتحدث بالعقل أكثر من العاطفة لذلك تجد هذا النص وسنعرف ذلك ثم سأريد منك أن تنظر ما رأيك في هذا النص وأيضا تحليل هذه المدرسة وأهم السمات يعني متعلق بهذا النص سنطبق فيها السمات يقول حيران حيران لا نجم السماء ولا معالم الأرض في الغماء تهديني يقضان لا طيب الرقاد يدانيني ولا سمر السمار يلهيني غصان غصان لا الأوجاع تبليني ولا الكوارث والأشجان تبكيني شعر دموعي وما بالشعر من عوض عن الدموع نفاها جفن محزوني يسوء ما أبقت الدنيا لمكتبط على المدامع أجفان المساكيني هم أطلقوا الحزن فارتاحت جوانحهم وما استرحت بحزن في مدفوني طبعا أنه لا أحظ هنا حيران حيران لا نجم السماء ولا معالم الأرض في الغماء تهديني يعني لم أستطع أن أرى طريق لي للهداية أصبحت في حيرة وذكر ذلك وتكرار لا نجم السماء ولا معالم أضر نجم السماء أن العرب كانت تستدل على النجم ولا أيضا معالم الأرض تهديني ثم يقول يقضان ويقضان أيضا من اليقظة لم أستطع النوم لا طيب الرقاد يداني ولا سمر السمار يلهين ولم أستطع أيضا سواء يعني لم أستطع النوم الهاني أو كذلك ولم أسمر مع من يسمر ويسهر غصان وغصان أيضا في غصة في شدة أن الحزن لم يخرج وشدة البؤس والحيرة وغصان ولا أجع تبليني ولا الكوارث وشجان تبكيني يعني أصبحت حتى الكوارث وشجان لم تعد تبكيني وأصبحت يعني شدة اعتيادة هنا يبين حالة نفسية عند الشاعر وكيف أنه يعني في ذلك شعر دموعي يقول أن الدموع هي الشعر يعني معنى أنه هو لذلك أن نقول المدرسة الديوان هي عندهم الشعر التعبير عن حالة نفسية الشعر هي قدرة نفسية وليس قدرة بل أغير يقول أن شعر دموعي وما الشعر يوم من عوض عن الدموع نفاها جفن ومحزون أيضا ما الفائدة من ذلك أن الشعر لا يغني أيضا عن الدموع التي فيها ذاك الحزن يسوء ما بقت الدنيا مقتبط على المدام عجفان المساكن وكأنه يغبط حتى الذي يبكي يبكي عن الدموع فيقول هنا عجفان التي هم قد استراحوا لأن الإنسان إذا بكى فإنه قد يفرغ ما فيه من عاطفة الحزن وما إلى ذلك يقول هم قد استراحوا وقد فرغوا وقد أزالوا ذلك لكن أنا لم أستطع ما زال الحزن في صدري يقول هم أطلقوا الحزن فارتاحت جوانحهم مرتاحت صدورهم إنسان إذا بكى فإنه يفرغ ويزيل ما فيه فيه من حزن لكن يقولوا ما استرحت بحزن فيه مدفون ما زال الحزن أيضا أنا لم أستريح حتى لو ظهرت هذه الدموع لكن لم يزل ما فيه من ذاك الحزن وترك الجوانح أبرد إلى آخره بكأنها مازال أيضا في حزنه الشديد طبعا هنا بعض إنشاطات التعلم في الحديث هنا استنبط سمات مدرسة الديوان ما سماتها ما أهم هذه السمات في مدرسة الديوان طبعا لاحظ هنا طبعا الديوان ظهرت في أبيات عباس العقاد ما رأيك يا أبيات التي ظهر فيها أباس العقاد طبعا عباس العقاد طبعا ما أدري أنا أستطيع أن أرى أن المخزونه الشعر ليس ذلك المخزون كبير جدا نقارنه لكن نقول نحن أنه كاتب لا يعد يعني لا يضاحى في كتاباته كاتب كبير جدا لكنه يفكر لعله يفكر بعقلي أكثر من عاطفة لذلك تجد أن قصائده ليست يعني بقدرة الكتابية لو قرأت مثلا لكتاباته سترى أن قدرة كتابية في كتبه كبيرة جدا وفيها أيضا موضوعات جميلة هنا أهم السمات نحن قلنا أن مدرسة الديوان أصلا فيها الحديث عن تركش القديم النظر إليه لكن دون محاكاته والتجديد في كل شيء في الموضوعات وفي الأصور والأغراض أيضا حتى في القوافي التجديد لأنهم أيضا إرهاصات وقلنا بداية الشعر الحر وأن الشعر عندهم الحديث فيه عن الذات وعن وعن الطبيعة فقط هو الحديث عن التعبير عن الذات وعن وصف الطبيعة وليس مناسبات اجتماعية كما يزعمون كما يذكرون فيقول هنا التجديد أهم السمات الضهرت أيضا وكانت واضحة عند العقادة تجديد أيضا الشعر وجداني وأن الشعر هو وجداني تحديث عن آطفة وحديث عن حزن تأثر مدرسة تحليل نفسي أن الشعر قدرة نفسية وليس قدرة بلاغية ذلك هنا كان لمعنى اقتنع من تحليل نفسي وقالوا أن الشعر الشعر يبرز إذا كان لقوة عاطفته ولقدرته النفسية يبرز هنا شعره وليس شرط أن يكون هناك له قدرة بلاغية في الحديث وفي الخطاب وفي رصف الكلمات وفي التعبير أيضا تصوير الطبيعة الحديث فيها عن الطبيعة والمعالم الأرض والغماء والسماء إلى آخره فيذكر أيضا ذلك فيدمج الطبيعة مع الذات في حديثه هنا اعتمد العقاد في الأبيات السابقة على تكرار الألفاظ تكرر الألفاظ العقاد لماذا؟ هنا ذكر قال حيران وحيران يقضان ويقضان غصان وغصان ما رأيكم؟ طبعا هنا ما أثر هذا؟ ما أثر هذا؟ التكرار وما رأيكم في استعمال الشاعر له بإمكانك أن تكتب رأيه وزميله كذلك يكتب رأيه آخر يعني أن بحسب ما ترون أنتم فما رأيكم في هذا التكرار؟ هل هو تكرار؟ جميل أم هو تكرار؟ لا ترى أنه يعني حشو مثلا زائد عن الحاجة أو ترى أنه لا يعبر عن ما يريد الشاعر أو لعله أكمل الأبيات أيضا بتكراره كأنه أيضا هناك لما تتيب عبارات أخرى أو لعله عبر بالجانب آخر لآخره بإمكانك أن تذكر ما تريد ونحن نقفل بدورنا كأن هذا التكرار يفيد المعنى يفيد في المعنى ولكن أيضا أحيانا التكرار الزائد أيضا يكون فيه شيء من المزل لكن الشاعر فلنه لم يهتم بطريقة الكتابة بغدر أن يهتم بطريقة التعبير عن الحزن وعن الحالة النفسية التي تعتريه وكذلك التأثير بمدرس التحليل النفسي في حديثه الزائد الشاعر حرصا أن يعبر عن معاناته النفسية فكرر هذه العبارات وكأنه أراد أن يعبر يقضان حيران لا يستطيع أنه دائما يقضان وأيضا غصان معنى شدة الوجع والبؤس الذي يعيشه والحالة النفسية التي تعتري وكأنه ذكر ذلك في تعبيره في هذا النص طبعا هنا استعمال أسلوب النفي المتكرر لا نجم السماء لاحظ لا نجم السماء ولا معالم الأرضي لا طيب الرقادي ولا سمر السماري هنا لما ذكر التكرار في بداية قال حيران حيران يقضان يقضان غصان غصان أيضا أكمل ذلك في أسلوب النفي المتكرر لا نجم السماء لا معالم الأرض لا طيب الرقادي لا سمر السمار ما رأيكم؟ هنا يقول ما يعكس الحالة النفسية للشاعر حاول استنباطها توضيحها طبعا هو ذكر أو قالوا النفي متكرر في ذكر لا نجم ولا معالم لا طيب لا سمر يعكس الحالة النفسية للشاعر حاول استنباطها وتوضيحها ما الحالة النفسية للشاعر؟ كيف كان في حديثه جميل طبعا هنا القلق والحيرة قلق حيرة اكتئاب غضب حزن وجع حتى لم يستطع التفريغ حتى من بكى هو يغبطه معنا أنه فيه شيء من الغبطة والحسد لينفرغ يبكون التفريغ عن ما فيه استدوره وما في نفسهم وهو يبكي ولم يفرغ ولم يظهر ذلك يقولك أنه عدم الراحة والاستقرار والقلق والحيرة إلى آخره في النفس الذي فيه ويضا ضياء وعدم معرفة الطريق إلى آخره مما أراد أن يوصله ويذكره والمدرسة الأخرى مدرسة أبولو طبعا هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك الدخول ومشاهدة هذا الدرس مع بداية العقد السادس من القرن الرابع عشر الهجري ظهرت تأثير عدب الغربي في الشعراء العرب فظهرت جماعة أبولو التي أسسها أحمد زكي أبو شادي سنة 1351 كان من أشهر أعضائها أبراهيم ناجي وعلي محمود طاها وحمود اسماعيل وأصدرت مجلة تحمل اسمها وكان هدفها السمو بالشعر العربي تأثرت هذه المدرسة بشعراء المهجر في أمريكا الشمالية والجنوبية الذي لنا أستلهم المذهب الرومانسي وكان لمدرسة أبولو صدى في شعراء العالم العربي من هو أبو القاسم الشابي في تونس والتيجاني بشير في السودان وعمر أبو ريشة ونزار قباني في الشام حسن القرشي وطاهر زمخشري ومحمد حسن عواد في السعودية ولياس أبو شبكة وبشارة الخوري في لبنان مدرسة أبولو هنا تنوعت وتوزعت على أغلب العواصم وأغلب الدول في ذلك ومعظم نتاج شعراء هذه المدرسة في موضوعي الحب والطبيعة ما زال أيضا على استمرار المدرسة الديوان لكنهم حاولوا التنويع أكثر في الحب والطبيعة تميزة لغتهم بالسهولة والموسيقية الرقيقة في هذه المدرسة سمات هذه المدرسة مدرسة أبولو الثورة على التقليد أيضا ما زالوا في الثورة على التقليد والدعوة للأصالة والفطرة الشعرية والعاطفة الصادق طبعا هم لكن لم يردوا القديم يعني هم ثاروا عليه وحاولوا التجديد لكن ليسوا كمدرسة الديوان التي ردت القديم ورفضته لفظا تاما لهم لا ما زال يعني القديم لا بأس به ولم يردوه في سولة التعبير في اللفظ والمعنى والخيال رجوع للنفس أيضا بالاتجاه إلى الشعر الغنائي الوجداني القصيدة كلها لا يتجزى الإنسجام الموسيقي والإيقاع فيها التغني بجمال الطبيعة موضوع أي الذات والطبيعة أيضا فمازال موجود في سمات هذه المدرسة هنا إبراهيم ناجي شاعر مصري ولد سنة 1898 تخرج في كلية الطب صدر له دواوين منها وراء الغمام ليالي القاهرة له قصص كثيرة أصدر مجلة حكيم البيت طبعا هو طبيب وأديب كان طبيبا وأديبا هنا يقول في النص رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتف يا قلبي التأد فيجيب الدمع والماضي الجريح لما عدنا ليت أننا لم نعد لما عدنا أولم نطوي الغرام وفرغنا من حنين وألم ورضينا بسكون وسلام وانتهينا لفراغ كالعدم لاحب سهولة العبارات التي ذكر فيها أيضا تحبير الحالة النفسية هو يقول معاد طبعا سافر من مصر ثم معاد فكانه تذكر نيام التي كان قد أحب فيها فقال رفرف القلب بجنبي رفق قلبه لما عاد إلى أرض الوطن كالذبيح وكانه مش يعني معنا أن شدت الخفقان مثل الأشياء المذبوحة وأنا أهتف يا قلبي التأد أخذ يهديه أو ما يزيل فيه فيجيب الدمع والماضي الجريح يجيب الأشياء قديمة هذا الدمع و هذا الماضي الجريح لم أعدنا ليت أننا لم نعود وكأنه سافر لي لأن ينسى وعد فتذكر لما عودنا أو لم نطوي الغرام لم ينتهي ذلك وفرغنا من حنين وألم ورضينا بسكون وسلام وانتهينا لفراغ كالعدم ولكن هذا الكلام كله أصبح لا شيء بعد عودته وتذكر مرة أخرى أبو القاسم الشاب هنا شاعر تونسي ولد سنة 1909 أتم تعليمه في جامعة السيتونة حصل على إجازة الحقوق له ديوان أغاني الحياة وعدد من الكتب الأدبية أصيب تضخم القلب توفي شابا هذا شاعر مبدع لكن توفي مازال صغير يقول أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة والربا تحلم في ظل الغصون المائسة والصبى ترقص أوراق الزهور اليابسة وتهادث نوره في تلك الفجاج الدابسة هنا وصف طبيعة أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة الحياة الناعسة النائمة شباب الفتاة الجميلة النائمة والربا تحلم في ظل الغصون المائسة الربا الطبيعة تحلم ما زالت تحلم في ظل وقد ضللتها تلك الغصون المائلة أو المائسة والصبا ترقص أوراق الزهور اليابسة وكأن الزهور تتحرك وهذه الريحة البخفية ولا تحرك إلا شيء الزهور اليابسة وتهادى النور هنا شروق الشمس وتهادى النور مع أن النور بدأ يسير ويمشي في تلك الفجاج الدامسة الأماكن التي لم يصل إليها بعد وكأن الشمس كل مرة بعد كل موصلت تلك الأماكن المظلمة والدامسة هنا يصف الطبيعة وشروق الشمس على أرض وعلى هذه الأرض الخضراء الجميلة طبعا هنا موازنة بين إبراهيم ناجي وأبو القاسم الشابي في العناصر في ضوء النصين لكل واحد ما رأيك فيه نفسية إبراهيم ناجي لما قرف رفى القلب متفائلة متشائمة جميل أحسنتم هنا طبعا متشائم لأنه لما عاد وتذكر الحب طيب أبو القاسم الشابي أحسنتم حديث هنا عن الطبيعة وعن الحياة وعن الشمس وكان الشمس تبعث الإشراق والحياة هنا التفاول المثير عند إبراهيم ناجي هل هو داخلي أم خارجي جميل هنا مثير عنده داخلي الحديث هنا عن القلب عن القلب هيوان تذكر الحب أما المثير عنده أبو القاسم هو كان خارجي حديث عن الشمس والطبيعة تأمل في الذات أو في الطبيعة عند إبراهيم ناجي جميل عند إبراهيم ناجي تأمل في الذات بالتأكيد عنده أبو القاسم هنا تأمل في الطبيعة تأمل في الطبيعة حديث عن الطبيعة وما إلى ذلك هنا مناقشة مجموعة تعاونية تتناقش كل مجموعة حول هل يلزم الشعر أن يكون خريج كلية أداب طبعا بعض الشعار هنا الطباء مثل إبراهيم ناجي طبيب كان هو أيضا مثلا في بعضهم معنا هل يلزم أو يكون شرط حتى يكون أديبا أن يكون مثلا خريج كلية أداب أو اللغة العربية حتى يتمكن من قول الشعر بالاستفادة من ترجمة الشاعرين السابقين عد طبعا أبو القاسم في كلية الحقوق وإبراهيم ناجي كان طبيبا فهنا هل يلزم لذلك لا نقول لا يلزم بل الأدب هو أصلا موهبة عن كثرة القراءة وإطلاع وما إلى ذلك هنا تزداد هذه الموهبة بالعكس أننا حيانا تجد أنه أكثر قوة لأنه حب ذلك فليس شرطا أن يكون خريج كلية أداب وكلية اللغة العربية حتى يكون أديبا أو يكون شاعرا هذا يدعم ذلك وقراءته أيضا يدعم ذلك لكن أيضا هم قد تظهر عنده هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الدرس والحديث أيضا كيف أن هذه مدرسة ومدرسة بلو أيضا ثارت مع مدرسة الديوان على القديم مدرسة الديوان ردت القديم ومدرسة بلو حاولت أيضا نظم أيضا أن الشعر هو الحديث عن الذات الإنسانية وكذلك وصف وصف الطبيعي هذا وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موسيقى